تتسارع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية رغم تشكيك أكثر من طرف في إمكانية إجرائها في موعدها المقرر نهاية ديسمبر المقبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الأحدى المقبل وفي انتظار تقديم الترشيحات لرسم صورة التنافسات والتحالفات قد تخبئ المرحلة المقبلة في ليبيا الكثيرة من التطورات هل تنجح ليبيا في تنظيم الانتخابات في موعدها وما المرتقب على صعيد الترشيحات ومن الأكثر حظا في الفوز معنا الآن من باريس الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش سيد عبد الحكيم مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار بداية هل يمكن أن نحسم بأن تاريخ 24 ديسمبر أصبح ثابتا أم أن هناك ما زالت بعض الشكوب تتعلق بإمكانية تنظيم انتخابات في هذا الموعد مرحبا أخي العزيزي الحقيقة هو لا يوجد هناك تواريخ أخرى حتى هذه اللحظة لإجراء هذه الانتخابات ولكن إمكانية عرقلت هذه الانتخابات من قبل مجموعة التي تسيطر على السلطة داخل ترابلس لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة فبالتالي الوضع هش حتى هذه اللحظة ورأينا مبادرة من السيد اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي بمحاولة البحث عن شيء ما أره مستحيل على الإطلاق وهو محاولة التوافق مع مجلس الدولة وأرى بأن لا يوجد هناك أمكانية التوافق على الإطلاق وهذا بالإضافة إلى محاولة عبد الحميد دبيبا رئيس الحكومة ويسعى بجهد كبير إما لعرقلة الانتخابات من أجل استمراره في السلطة أو للبحث عن إمكانية إعطائه الفرصة للترشح وحتى هذه اللحظة وبالتالي الوضع حش للغاية وما أن الأمر ليس لبيا على الإطلاق إنه ليس لبيا صرفا وإنما هناك وجود لأعتراف خارجية إما أن تمارس ضغطا في البحث للذهاب إلى هذه الانتخابات أو أنها تتراخى وتحاول أن تجد أعضارا ما لبعض الأطراف السياسية لتجد لها مبرر الدخول في الانتخابات في المرحلة القادمة الوضع ليس ليبيا صرفا ولنملك إمكانية فرض إرادة الليبيين على كيفية التعامل مع أمريات الانتخابية وإنما الأطراف السياسية الموجودة داخل طرابلس هي خاضعة إما للمسيطرون هناك أو لوجود إرادات خارجية طيب لنتحدث عن الإطار القانوني أستاذ عبد الحكيم لهذه الانتخابات لأن هناك ما زالت بعض علامات الاستفهام من قبل البعض على الأقل مطروها حول هذا الموضوع وأنه قوانين غير متفق عليها تنظم هذه العملية الانتخابية إلى أي مدى هذا عامل معرقل ربما يعيق إجراء الانتخابات في موعدها السيد السايح رئيس المفوضي العودة للانتخابات قال بأنه جهة الوحيدة التي ممكن أن يتلقى منها المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات هي البرلمان وبأن لديه القوانين من البرلمان طالب بتغيير بعض الأمور الفنية كما وصفها وقال بأنه تم الاستجابة لها من قبل مجلس النواب وبالتالي على هذا الأساس تم الإعلان عن موعد انطلاق الترشيح للانتخابات يوم الأحد القادم وبالتالي لقد حسم الأمر لدى رئيس المفوضية بأن المرجعية القانونية موجودة بالنسبة لديه والتغييرات الفنية التي طلبها المجلس النواب تم كما صرح بأنها موجودة الآن كيف تتعامل الأطراف الخارجية مع العملية الانتخابية أتصور بأن فكرة ما يزعجني في كل هذا الأمر هو البحث عن حالة عدمية وهو القول بأنه وجوب التوافق مع طرف لا يمكن التوافق معه على الاطلاق المشري والمجموعات السياسية المسيطرة في طرابلس لا يمكن التوافق معهم على الاطلاق نحن حاولنا التوافق معهم لمدة سنوات محاولة ادعاء بأن هناك امكانية للتوافق معهم خلال أسابيع أو خلال فترة بسيطة هذا انتظار عدمي لقد انتظرناهم طويلا ولا يمكن الرهان على امكانية التوافق معهم على الاطلاق وهناك قبول ضمني من قبل الأطراف الخارجية للقوانين التي صدرت من البرلمان وما عاد هناك من بحث الحقيقي عن امكانية التوافق مع طرف لا يمكن التوافق معه على الاطلاق إذن بالنظر إلى هذا الدعم الكبير لأنه كما تعلم جيدا سيد عبد الحكيم هناك الآن يعني زخم دولي وراء هذه الانتخابات وإصرار على إجراءها في موعدها والآن سيكون هناك مؤتمر أعتقد في الثاني عشر من نوفمبر في باريس ستحضر نائبة الرئيس الأمريكي وعشرين ربما من زعماء العالم وبالتالي هناك زخم دولي كبير يدفع باتجاه إجراء الانتخابات في هذا الموعد هل الطرف الآخر بإمكانه أن يقف حجر عثرة في طريق هذا المسعى الدولي برأيها هذا ما حاولت نقول بأن الأمر ليس ليبيا صرفا وإنما هو خاذة لإيرادة هذه الأطراف الخارجية إذا ما ضغطت على الأطراف التي من الممكن أن تعرقل هذه الانتخابات وبما أن الأمر مرتبط بمصالحهم الخاصة وكيفية إدارتهم لتنصيق ما فيما بينهم لفرض إمكانية إجراء الانتخابات من عدم لذلك نحن الخاضعين لما يمكن أن يروهوا المصلحة خاصة بهم في مدة يومين مثلا خرج علينا موضوع غريب عجيب وهو أن سيدة بيبة وسيدة المنقوش وزيرة الخارجية فتحوا لنا باب قضية لقرب من جديد مع الأمريكان وهذه قضية كارثية الحقيقة وهذا يعني أن هناك مصاومة بس هل يمسألة حسنة 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 بأثرة سيدة عبد الحكيم وتم دفع تعويضات وكل هذه الأمور وأغلق الملف تماما أغلق الملف ولم نكن نتصور بأنه سيعاد فتحه من جديد فجأة خرجت علينا السيدة وزيرة الخارجية وقالت بأننا نتفاوض مع الأمريكان لتسليم شخص آخر جديد ثالث ما بوع جيلة للأمريكان وهذا يفتح علينا باب جهنة وهذا يعني أن هناك مصاومات ما تجري مع الأمريكان من قبل الحكومة من قبل البيبة من أجل إما تقضي الانتخابات وعقد صفقة مع الأمريكان وبالتالي الأمر خاضع لهذه الأطراف الخارجية وكيفية إدارتها للعملية وفيما إذا كلا ستتخذ من إجراءات ما للضغط على الأطراف التي ممكن أن تعرق للانتخابات عبد الحميد الدبيبة وحكومتك هذا أصبح هناك مساعد لهم في محاولة إما البقاء في السلطة وتعطينا الانتخابات أو سمح لهم بالدخول في الانتخابات بالرغم من تعهد عبد الحميد الدبيبة عندما تقدم لهذا المنصب بأنه لن يتقدم أسألك في الدقيقة المتبقية عن هذه الأسماء المطروحة الآن هناك عدة أسماء متداولة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لدينا المشير خليفة حفتر لدينا السيد عقيلة صالح لدينا السيد سيف الإسلام القذافي والآن اسم السيد عبد الحميد الدبيبة أيضا بدأ يتم تداول به بشكل أو بآخر هل هذه الأسماء الموجودة حاليا أما هناك برأيك أسماء أخرى قد نسمع عنها في الفترة القادمة لا هناك أسماء كثيرة الحقيقة الأسماء التي يتم تداولها الآن وصلت إلى أربعين لا أنا تحدث عن الأسماء التي ربما يكون لها فرصة أكثر من غيرها نعم نعم أنا الحقيقة بداية عبد الحميد الدبيبة حتى هذه اللحظة وفتر من قانون الانتخابات لا يملك حق الترشح أصلا لا يملك حق الترشح لأنه يجب أن يترك منصبه ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات يعني هذه مسألة كان عليها جدل آخر يومين لأن المفوضية العليا حذفت شروط الترشح بعد دقائق من وضعها وبالتالي صار هناك الكثير من اللغط حول هذا الموضوع صحيح صحيح ولكن دون أن يكون هناك تغيير في القانون لا يستطيع السيد السايح بمجرد الإعلان عن من يحق له الترشح أن يبكي من دبيبة أو غيرها على كم الإمكانية الترشح يجب أن يجتمع البرلمان ويقرر هذه التغييرات داخل القانون حتى يصبح لدبيبة أو غيره هذا بالإضافة للسيد سيف الإسلام سيف الإسلام من إسبالي أنا ما لم يقرر الخروج فهو شخص غير موجود الحقيقة من إسبالي أنا عندما يخرج السيد سيف الإسلام ويقدم نفسه للناس سيمكن مناقشة إمكانية خروجه من عدمه ولذلك حتى هذه اللحظة أتصور بأن لا يمكن معرفة من سيفوث هذه الانتخابات بحكم أن الأسماء أتصور بأنه ستكون هناك أسماء أخرى بعد يوم الأحد القادم وعندها سيسهل الأمر لكيفية التعامل معها وسنعود بمناقشة هذه الأسماء بمجرد أن يتم الإعلان عنها أود أن أشكرك الأستاذ عبد الحكيم فنوش الكاتب والباحث السياسي الليبي كان معنا مباشرة من باريس